هنا بقى يعني استطرد البيان في كثير من الأمور قال فتحت مصر من جانبها معبر رفح بدون قيود أو شروط وقامت بحجد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العيش وإن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل الذي تكرر أربع مرات حالة دون إدخال المساعدات وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور وإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع وتؤكد جمهورية مصر العربية أن الدور الذي قامت به في حجد وإدخال المساعدات كان قياديا ونابعا من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع وأن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنصيق عملية إدخال المساعدات وأنها في سبيل ذلك قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر حكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا وأن مصر قامت كذلك بتسهيل وتنصيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن موقف مصر الثابت سيظل مصمما على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن وحماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها وإنقاذا لمن لهم من القصف والجوع والمرض وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحجد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنصيق وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات بالشكل المنشود وتؤكد مصر كذلك أن أي محاولات أو مساعد لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية أرجوكم باراجراف باراجراف من دول يبين لك الموضوع ماشي إزاي خلينا نرجع للباراجراف الأولاني كان واضح وصريح وأنا من وجهة نظري الترجمة الشعبية الواضحة أنه الرئيس تيسي بيقول لبايدن أنت كاذب هاتو بلينكين يشهد هاتو الأمم المتحدة تشهد ومش ما فيش أي أمارة هي بس قوة البيان وصرعته تؤكد المواجهة تؤكد أنه مش عشان أنت رئيس أمريكا تكلمت أنا هسكت لا في البراجراف الأخير بقى بيقول له إيه بيقول له وهو عا تكون فاكر أن مصر هتنسى أو هتسامح أو هتسمح بخطط للتهجير ليه الكلام ده يا فندم جي في البراجراف زي ده لأنه في أنباء الآن أن إسرائيل تستعد لقصف رفح الفلسطيني أنباء عن أن إسرائيل تستعد لقصف ثم حجد قوات ثم قد يتطور الأمر لاكتياح رفح الفلسطيني ده معناه يا فندم معناه أنه التمركز بتاع تقريبا مليون وثمانمائة ألف فلسطيني اللي موجودين في رفح هيبتدي يتحلحل إلى أي اتجاه يتحلحل إما إلى الحدود المصرية وإما إلى وسط غزة تفتكر مصرحة إسرائيل أنه هم يروحوا أنهي جهة إسرائيل الآن بتقول لك أنه في أرض رفح الفلسطينية في أربع كتائب لحماس فأنا قررت عشان ما سيبش كتائب حماس بالشكل ده أهجم على رفح الفلسطيني الهجوم بيحصل بعده إيه؟ نزوح النزوح إلى أي جهة؟ فالأيام البسيطة القادمة قد تشهد إجابات على أسئلة صعبة لذلك البيان كان واضح قال له وبمناسبة بقى التخريف اللي حصل ده أنا عندي قاعدة سابتة وأساسية أني أرفض فكرة التهجير كمان أنا مصمم على حل الدولتين وعلى عاصمة فلسطين وهي القدس الشرقية وعلى حدود 67 تطابقا أيضا مع بيان صدر عن السعودية من كم يوم بهذا الشكل بمناسبة أن أنت قررت تتكلم يا رئيس أمريكا